انا النهاردة بالدليل جايب لك ان الفيديوهات القصيرة اللي انا نزلتها الفترة الاخيرة ما اصرتش على قناتي بالسلب لم ابكي يا صديقي وده بسبب تحديث اليوتيوب الاخير اللي شرحناه الفترة الاخيرة اللي بيساعد على زيادة مشاهدتك وحسيبه لحضرتك في البطاءات ركز بقى معايا لان انا عندي دليل والدليل هنا من الاحصائيات وانت بنفسك لو جيت جربت التجربة دي لازم تتأكد هل بالفعل التجربة دي كانت سليمة وصحيحة ولم تؤثر على قناتك بالسلب ولا كان لليوتيوب رأي اخر لان حضرتك ما عملتهاش بالطريقة المزبوطة اللي شرحناها قبل كده لانك مقدرتش تخلي الفيديو القصير كبري للفيديو الطويل وده اللي انا عملته في تجربة شخصية في اكتر من فيديو لو جينا بصينا مع بعض على الاحصائيات ومن الاحصائيات على المحتوى ومن المحتوى على الفيديوهات ومن الفيديوهات بدأت تنزل تحت مع بعض كده تحت 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 وعملنا عرض المزيد وجينا بصينا على خانة بدأت تظهر جديد اسمها فيديوهات الشورتز زاتة صلة وده التحديث الجديد اللي اليوتيوب عمله علشان يعرفك مصادر الزيارات تخيل معايا ان فيديوهات الشورتز زاتة صلة كانت اهم واقوى من البطاقات اليوتيوب بالفعل ازال ميزة البطاقات وشاشات النهاية في الفيديوهات القصيرة ولكن اللي انا شايفه قدام عيني بنتيجة لو جينا بصينا على الشورتز زاتة صلة دقيقتين متوسط مدة المشاهدة دقيقتين ونسبة المشاهدات تسعمية اتنين واربعين مشاهدة اي اكتر من البطاقات زاتة صلة ومقربة من شاشات النهاية الي بتنضاف في كل فيديو ما تقارنش اطلاقا فيديوهات زاتة صلة بشاشة النهاية او البطاقات معنى ان هي توصل للعدد ده فده انجاز رهيب جدا وده يؤدي ان اليوتيوب بدأ بالفعل وانا اعترف قدامك ان اليوتيوب عمل اول كبري للفيديوهات القصيرة بينها وبين الفيديوهات الطويلة غير كده الكلام اللي كنا بنسمعه قبل كده بلح النهاردة بتجربة عملية وده كمان ممكن تشوفه عندك لو انت فاتح ستوديو اليوتيوب من الموبايل لو جينا هنا ودخلنا على الاحصائيات من الاحصائيات جينا مع بعض كده ودخلنا على المحتوى بس سواني علشان انت على الموبايل بطيء شوية سواني نعمل الغاء وندخل تاني في ستوديو اليوتيوب ماشي ندخل على الاحصائيات في الموبايل من الاحصائيات نيجي على المحتوى من المحتوى ننزل تحت كده معايا انزل معايا كده بالراحة بالراحة على ايه؟ على ملخص الظهور على الفيديوهات على الفيديوهات الاول وبعد كده انزل تحت معايا كده على كيفية عصور المشاهدين على فيديوهاتك اضغط عليها وانزل تحت معايا على فيديوهات الشورتز تسعمية اتنين واربعين مشاهدة من فيديوهات شورتز زاتة صلة وانا شايف بصراحة ان ده انجاز رهيب جدا من اليوتيوب قدر انه يحول مشاهد الفيديوهات القصيرة الى فيديوهات طويلة وبالعرض ابدأ اعمل الطريقة اللي انا شرحتها بالتفصيل هتنجح الطريقة انا سيبها لك في شاشة النهاية انجز واشتغل وصدقنا هتوصل اشتركوا في القناة